السلام عليكم معكم سارة في المطبخ اليوم وصفتنا جدا مميزة هنعمل سنبوسك التوست سنبوسك جديدة تغيير عن أنواع السنبوسك اللي ناكلهم بالعادة طعمة كتير لذيذ حتبهركن وتبهر عائلتكن إن شاء الله بالطعم وبالشكل الحلو مع حشوة جبنة كمان كتير لذيذة وناشحة يلا نبلش بالفيديو ونشوف المكونات أول شي بنبدأ بتحضير حشوة الجبنة للسنبوسك عندي هون 150 جرام جبنة موزاريلا بدي يضيف عليهم 5 قطع من جبنة المثلثات بس قبل منضيفها بدي أطعها لمكعبة صغيرة بهيدا الشكل وبعدا منضيفها على الموزاريلا هنضيف عليهم هلأ كمان شوي الدراء على النظر فيكم بس تقريبا بيطلعوا نص علبة بس أهم الشي نصفيهم من الماء ما بدنا ماء بالحشوة كلمة ما تنزعلنا السنبوسك حطيت رشة ملح ورشة من الأوريغانو كمان وهي بكل بساطة حشوتنا كتير سهلة بس كتير كتير لذيذة والقوام اللي فيها بيطلع كريمي وبنفس الوقت بيمط من ورش بنت الموزاريلا هلأ خلطتها بشكل كامل ونحطها على جنب لبينما نحضر التوست لسكر أطراف التوست عملت هون خليط من الطحين مع الماء منضيف الماء على النظر حتى نحصل على قوام نقدر نحطه على أطراف التوست منخلطهن منيح بشكل منيح حتى ما يكون عنا تكتلات ومنحطهن معنا على جنب حتى نشتغل فيهم ونحطهن على أطراف التوست بس بدنا نلزقهم هلأ كل قطعة التوست اللي بنا نشتغل فيها بدنا نشيل الأطراف عن كل قطعة مننا بهيدا الشكل أهم نقطة بهيدا الوصفة إذا ما كانت موجودة الوصفة كل ياتا ما بيمشي حالا وما بتصبط معنا توست لازم يكون كتير طري وكتير فرش ما لازم يكون مرق عليه وقت حتى ينمد معنا ويكون طري ويمسك ما يفرط بعد ما شلنا لطراف عن التوست بدنا نمد منيح بهيدا الشكل حتى تصير رقيقة عنا وإذا حسينا في طراف على الجنب شوية مفرفتين منشيلن حتى ما يزعجونا نحنا عمل لفة منضلنا منمد بهيدا الشكل حتى نوصل لهيدا الرق تكون عنا رقيقة لازم تكون رقيقة ومشي سميكة وهلأ بدنا نحط خليط لطحين والماء على لطراف منحط لطحين والماء على الجهتين اللي هنشتغل عليهم أول الشي واللف مثل ما شايفين الجهة اليمين والجهة الشمال بس من فوق ما عم حط هلأ بعدين بس بدي طبقة على بعضها بحط هلأ منمسك الطرف من تحت على مهلنا وشوي شوي منلفة حتى تطلعنا بهيدا الشكل منشيلة بين إيدينا منبلش نطبق من جوة بإيدينا وصابعنا حتى تطبق بشكل كامل من فوق لتحت وكمان من تحت متل ما شايفين شوية شدات بشكل خفيف حتى تطبق بس ما كتير من قوي كلمان ما تفرط معنا بس نوصل للشكل المطلوب ما نحط الجبنة جواتا بعد ما نحط الجبنة الجهة اللي من فوق ومن قدام هلأ بدنا نحط عليه الخليط الماء والطحين حتى يسكروا معنا بسهولة ويطبقوا كتير سهل وحلو تشكيلة ممكن أول قطعة تكون شوي ملبكة وتاخد على إيدنا شوي شوي بس باقي القطعة إن شاء الله بيزبطوا معنا بس أهم شي أهم شي متل ما قلت وبعيدة كمان توست لازم يكون طري لأن أنا جربت بي توست ما كتير طري ومارق شوي وقت عليه أبدا أبدا ما بتزبط معنا لازم التوست يكون طري عنا حتى نوعية التوست بتلعب دور فيه نوعيات بتحسوها ناشفة وما كتير طرية وبتناسب هيك أكلات جيبوا نوعية توست بتحسوها طيبة وطرية وخفيفة كتير كتير بتساعدنا أنه نمدة هيك وتكون العجينة تعيتها مدة بشكل منيح ومتماسكة مش فارطة هلأ الأطع التانية وبقي الأطع كلهم بنعملون بهيدا الشكل متل ما شايفين يعني على النظار كيف نحنا منطبق الأنواع السنبوسك أو العجينة العادية هون كمان بنشتغل نفس الشي منطبقها منشتغل عمهلنا شوي شوي منحشيها ومنجع كمان منسكرا من فوق متل ما شايفين بهيدا الشكل بدنا كل القطع يكونوا منكمل على كل القطع حتى نتقل للخطوة التانية هلأ بعد ما نخلص كل القطع اللي عنا منجهز صحن بقلبه بأصمات أو كعك مطحون صحن تاني بقلبه بيد مخفوق عم بستعمل هون من بيتين لتلات بيضات حسب الحاجة فيكن تبلشوا بيتين بعدين إذا حتشتوا فيكن تكسروا فوق بيضة تالتة وتشتروا لفيا منغمس التوست جوال بيت بشكل منيح بشكل أنه يغلف كل الجهات منرجع بعدين مننزلها على الكعك المطحون ومنخلي الكعك يغلفها من كل الجهات منيح هلأ بعد ما نخلص كل القطع بدنا نكون نحنا مجهزين الزيت حامي لازم يكون الزيت حامي عندنا منيح مثل الحرارة المنزل فيها سامبوسك حتى ما يفرط عندنا الكعك وما تطلع تاشي معنا التوست مننزلها بالزيت الحامي بهيدا الشكل ما منكتر كتير كتير القطع أربع قطع مع بعضهم مناح ما بيطولوا كتير منخلي عيننا عليهم حتى يصير لونهم دهبي وبنرفعهم منحطهم على ورق بعدين منقدمهم مباشرة هنا وسخنين شايفين اللون الدهبي شو حلو لونهم جدا رائع وشكلهم كتير حلو فعلا لحالة بتعتبر أكلة قد منا لذيذة كتير لذيذة وطيبة بنقدمها مباشرة نهية وسخنة وكمان الحلو فيها إنه ما بتشرب زيت عنها كمال اللي بياكل هم إذا بتشرب زيت أو لا بالعكس هلا حافتحها كمان قدامكم وتشوفوها كيف نشف من برة ما لنشربانها زيت أبدا أبدا والحشو اللي منجوها كتير لذيذة كريمية وبتمط بي نفس الوقت كمية الحشو اللي عملتها بالفيديو بتكفي لعمل 10 قطع من التوست أكتر شوية أقل شوية حسب الحجم اللي عم تستعملوا هيك منكن خلصنا الفيديو إلى اليوم بتمنى منكن تجربوها وتعطوني رأيكم فيها صحتان وهنا ترجمة نانسي قنقر